أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تشكيل حكومة جديدة بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد أواخر الشهر الماضي وتضم الحكومة الجديدة 21 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية والتقى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني برئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين المعين من قبل الانقلابين يأتي ذلك في وقت يستعد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لعقد قمة استثنائية يوم في أبوجة لبحث الأزمة في النيجر وكانت المهلة التي منحتها المجموعة للانقلابيين لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وإعادته إلى منصبه قد انتهت يوم الأحد الماضي وسبق أن وضعت إكواس خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر وحذر رئيس غينيا بيساو من أن الانقلاب في النيجر يشكل تهديدا لدول المجموعة في سياق متصل اجتمع قادة المجلس العسكري في النيجر مع مبعوثين من نيجيريا في إطار الجهود الدبلوماسية لحل أزمة الانقلاب واستقبل رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني وبعض قادة الانقلاب زعيمين محليين من نيجيريا بوصفهما مبعوثين من رئيس البلاد بولا تينوبو الرئيس الحالي لمجموعة إكواس وقال أحد المبعوثين لدى عودته لأبوجة أن الأمور سارت على ما يرام دون توضيحات ترجمة نانسي قنقر